يشتكي الفلاحون بواحد جابس الوسطى من طول الدورة المائية الموارد المائية المتوفرة لم تعد كافية ليري هذه الواحة وهو ما تسبب في اشكالية كبيرة للفلاحين الذين يحتاجون للماء حتى في فصل الشتاء الفلاحون طالبوا بالتسريع في حفر البئر المبرمجة بهذه الواحة منذ سنة 2015 بما يساعد على تحسين الدورة المائية ويمكنهم من تجاوز الصعوبات التي تعترضهم في العمل وعندنا موافقة متعبير ويش يحفروا من 2015 لتوقعوا ما دروش الانجازات وكل عام نمشولهم ونعملوا اجتماعات غديكة يقول لك هاو الميزانية مصبوبة وغير نشوفه واني واحد من الناس كافلاح حتى وعطلهم ببلاصة في الغابة متاعي قلت لهم تفضلوا تعالوا حفروا فيها بي وكل عام يقول لك هاو السنة بيش نحفروا الى يومنا هذا والله البير هذا كما احكوا الاخوان الفلاحة معناها نقول لحنين من 2015 معنا خرجوا القرار المتاع بعدين نتابعوا فيه حني كمجمع نقول لحنين واشتماعنا مع الفلاحة وكل عام يقولوا لها العام هذا ومعناها واخر مرة معناها قالوا لنا عطوه ونرمون مقاول نعنا ننتظروا من وزارة الفلاحة نقول لحنين تصرح في الاعتمادات نقول لحنين على قل بيش معنا يخافوا فعلان البير هذا معنا نسحقوا لحنين كواحة في جابس نرجو من الصلاط معناها نقول لحنين تدخلنا في المشكلة هذية نقول لحنين معناها خطر الفلاح يعاني المعطيات المتوفرة من المندوبية الجهوية للفلاحة بجابس تشير الى ان البئر الجديد بواحد جابس الوسطى تنتظر فتح الاعتمادات اللازمة لها من قبل وزارة الفلاحة